بسوريا الأسد اليوم سعر صدرية المدرسة مع دفتر واحد بس بساوراته بموظف دولي لشهر كامل ضمن سلسلة الالتزامات والضغوطات الاقتصادية اللي عم تعاني منا الأسر بمناطق سيطرة النظام معاناة جديدة رح تنضاف على كاهل هالأسر مع رجعة المدارس وهذا الشي بسبب غلاء أسعار الملابس واللوازن المدرسية بشكل كبير كتير أسعار الصداري والبدلات المدرسية شهدت ارتفاع ووصفوه الناس بالمرعب مقارنة بالعام الماضي للأسف نحن وصلنا لمرحلة أنه يصير اعتيادي نقرأ خبر ارتفاع سعر أي مادة بنسبة 100% لكن اللي مو عادي هالمرة أنه نسبة ارتفاع أسعار الليباس المدرسي وصلت لميتين بالمية عن السنة الماضية ونفس الشي هذا الارتفاع بينطبق على اللوازن المدرسية والقرطاصية مثل الشناتي الدفاتر وحتى الإقلام لنعطيكم شوية أمثلة سعر الصدرية اليوم عم يتراوح بين 80 ألف و130 ألف ليرا والأميس المدرسي بين 90 ألف و150 ألف ليرا أما البنطال المدرسي الأعدادي اللي لونه أزرق بين 75 ألف ليرا و180 ألف البنطال المدرسي الثانوي اللي لونه رمادي بيبدأ سعره من 125 ألف ليرا هذا لسه ما حكينا عن أسعار الأحذية ما في حزاء أقل من 100 ألف ليرا والحقيبة المدرسية الوحدة بيوصل سعره لل300 ألف ليرا سوري وكله بيرجع حسب المقاس حسب النوع وكمان الجودة حتى القرطاسية سعر الدفتر أبو 40 صفحة بـ 4500 ليرا سوري أما الدفتر لـ 80 صفحة بـ 7000 ليرا سورية هالأسعار تقيلة على عيلي إذا كانت عم تشتري لطالب واحد فما بالكم بعيلي عنده ولدين وثلاثة وأكتر ومع هيك رغم كل الصعوبات والضغوطات الاقتصادية اللي عانوا مننا الأسر السورية من أول السنة كانوا حريصين على فكرة التعليم لأولادهم ولكن صار موعد افتتاح المدارس أشبه بكابوس لألوم وكابوس حتى للطلاب اليوم عم نحكي عن نسبة 90% من السوريين بمناطق النظام تحت خط الفئر هاي النسبة خلت كتير عيال أنه توقف أطفال عن التعليم وتوجههم للشغل طبعا هذا الشيء لتأمين لقمة العيش وتأمين أبسط الاحتياجات وأكيد أغلب الأسر بتاخد مساعدة من حدا من أهلهم أو أقرباهم برا البلد لحتى يقدروا يأمنوا هاي الأساسيات أما بالنسبة للعيال الفقيرة أو اللي ما بتحصل على حوالات مالية من أهل اللي عايشين برا فانجبرت على إعادة استعمال ملابس المدرسية القديمة اللي سبقوا واستخدموه أولادهم السنة الماضية هاي في حال كانت بتوفرة ومع هيك بقي قدامهم تحدي تاني اللي هو تأمين القرطاصية والاحتياجات المدرسية التانية ومتل ما بيقولوا الفقر في أوطاننا غربة